تحالف سياسي بين ست دول طفرات اقتصادية إنجازات سياسية وتطور طبي وتكنولوجية خبيرة الأبراج ليلة عبداللطيف صاحبة خبرة واسعة بشأن التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها وسبق أن تنبأت بأحداث وكوارث عدة قبل وقوعها في عام 2023 عام 2023 هو عام التغيرات والأحداث الكبيرة وأرى الخطر يهدد أكثر من دولة على خريطة العالم حروب وقتل ودمار وكوارث طبيعية خطيرة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي أراه رئيساً لمصر للمرة الثالثة ماذا يحمل العام 2024 للعالم العربية؟ كشفت ليلة عبداللطيف خبيرة الأبراج تنبؤاتها بشأن العام المقبل 2024 لعدد من الدول العربية في مصر عدد كبير من المشاريع التنموية واختراع طبي حديث سيصبح محور حديث الإعلام المصري والعالمية في سوريا عمليات حاسمة للجيش السوري ضد المسلحين والمتطرفين وعودة هيمنة الدولة على محافظة الرقع في الجزائر حظ وافر من الشكر العالمي بعد إنجاز سياسي كبير قد يكون في ليبيا في السعودية طفرات اقتصادية ومالية عدة في الأسواق إلى جانب تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر